روح للبعد ده الجول طبعا يلا روح للبعد ده الاسيست اللي بعده ده العبدالله السعيد في مارمى نضاي هدف الثلاث نقاط للزمالك في مارمى محمد بسام في مباراة سنميكة مباراة كانت صعبة جدا جدا على الزمالك وافضل مباراة عملها عبدالله السعيد من وقت قدومه النادي الزمالك مباراة سنميكة عمل كل حاجة في الكرة الراجل كل حاجة ممكن تعمل في الكرة سجل صرع فرص خطرة عمل كل حاجة فجول ماركة عبدالله السعيد حساسية قدم ورؤية عظيمة جدا من عبدالله السعيد في الكرة دي دول بالنسبة لي من الأسستات المهمة وميزة جدا للأهلي والزمالك بتكلم على دوري الموسم الحالي بنتكلم على الموسم الحالي سلفريتين طبعا الهدف ده من أحلى الأهداف الصناعة بتاعة ناصر ماهر من أول خالص أن أنت إزاي تعدي وسط لعبت النادي الأهلي وتاخده الكرة وتستلم براحتك وأن أنت إزاي تلعب بص وسط خمس أو ست لعيبة ما بين الخطوط في ظهر الدفاع النادي الأهلي وطبعا سلف الجزيري من أفضل لعيبة اللي بتتحرك بص هنا يا كريم عدة من أحمد نبيل كوكا ما حادش من لعبت النادي الأهلي بيضغط عليه وراءك الرجل الفضل مكمل وهنا أول ما رفع عينه والتفاول موجود بص البص حركة طبعا طبعا بص يعني لعب بص صعب جدا جدا في وسط خمس أو ست لعيبة من نادي الأهلي وتحرك من سلف الجزيري دقة البص طبعا نصر ماهر أنت موجود تبصي وتبصي وحش ده حقيق بالضبط دقة البص والأكيروسي والدقة بتاعته فيه أن هي إزاي تخرج من رجلك في طويلة مناسب بسنس معين أهم حاجة لسنس فيه والقطع بتاعت سيف بردو الجون ده بقى يعني أنا بالنسبة لي هو عظمته في حاجة كبيرة جدا عند إمام عشور أن إمام عشور لعب البص ده بشماله أن أنت تقطع كم الأمطار دي في البص الطويل اللي أنت بتلعبه اللونج بول دي تلعبها بشمالك وتطلع بالدقة دي كرة أول ما نزلت أم الراجل ريدا سليم حاططها من فيرستاتش بص يا كريم هو رقص الأول وبشماله دي صعبة جدا أنت تودي الكرة بالأكيروسي دي ودي القصة بتاعت إن إمام عشور عنده مميزات كتير بتزوده على أي حد وهدف كان رائع بصراحة من ريدا سليم أو كرة نزلت وأم أحرز هدف جميل جدا وبرضه بشماله ورده بلعب بيمين ده جول حلوته بالنسبالي عليش يترجعوني أهات الاعاد هات نجيب الاعاد بص حلوته بالنسبالي بص يا كريم إنه لأ من بدايته كرة صعبة جدا لخفنا الراجل بيحط كرة تحت رجل جول 18 معدوش مشاكل خلص وبيعدي من اتنين ويعمل كنترول وروح لحد الاندلاين بالقدم الميت بالقدم الميت اليمين بتاع الشكبالها مش شغالة دايما برجع لجوه إنه يعملها بالشكل ده ويحطها الفتوح بالشكل ده بالدقة دي على دماغه في عز الزح معدوش مشاكل خالص بيرقص بيرقص وبيطلع لبرة ورغم إن هي قفلت إنه هو يرجع لبرة لبرة تاني عشان معات نين مدافعين الراجل بيكمل وبيحط الأسست بيمينه بمنتال دقة ويكسر التسلل مع العرضية وإنه شايف فتوح شايف فتوح من وراء تلات مدافعين كريم فبالنسبالي الأسست عظمة الجول ده مش في الجول في الصناعة بتاعت شكبال نروح لبقى خلاص